تحياتي في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتجيكم مني أنا محمد عوات في قناة سلبي سبورت اللي بدعوكم تشتركوا فيها الآن إذا ما اشتركتوا فيها من قبل مارادونا عظيم رونالدينيو السحر أكيد ما في حد بيناقش بمتعة كرة القدم اللي قدمها الاثنين ومعروف طبعا إنه مارادونا بيحب رونالدينيو جدا دافع عنه دائما مدحه ودافع عنه حتى في أصعب المواقف مثل سجنه الأخير في باريغوي بس في صورة معروفة اللي هي مارادونا يقبل يد رونالدينيو فما قصة هاي الصورة ولوين بترجع؟ في الحقيقة القصة بترجع لأولمبياد بكين 2008 وقتها رونالدينيو كان من النجوم المختارين لتمثيل منتخب البرازيل بحثا عن كسر لعنة الأولمبياد اللي كانوا للاحظتها مش قادرين يفوز فيها كان عمر رونالدينيو 28 سنة وكان قد خرج طبعا وقتها من برشلونة لاميلان هذه الصورة تم التقاطها بالتحديد في تاريخ 23 أغسطس 2008 يوم التتويج في الميداليات البرازيل صاحبت الميدالي لبرونزية لأنها خسرت في نصف النهائي أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة البرازيل هزمت بعدها بلجيكا وفازت مركز الثالث الأرجنتين كان محها منتخب مرعب في ميسي أجوي روريكلني ديماريا وماسكيرانو ويبدو هذه القبلي كانت احتراما لكل ما قدم رونالدينيو كساحر وتقديرا لجمال كرة القدم اللي أعطانا إياها بغض النظر عن العداء بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني وكالة رويترز اختارت تلك الصورة يومها كأفضل صورة في اليوم 15 من الأولمبياد وكثير اختاروها من أهم 10 صور في أولمبياد 2008 لازم نذكر أن البرازيل سقطت طبعا بثلاث أهداف أمام الأرجنتين سجلها أجوير وهدفين وركلمي هدف أما رونالدينيو في هذه الأولمبياد فشارك في كل المباريات وكل الدقائق وما تم استبداله سجل هدفين والغريب أنه في تلك البطولة وفي طريق البرازيل لأنهم يحاولوا يكسروا اللعنة اطلقوا أهداف بس في مباراة واحدة كانت أمام الأرجنتين والسقوط التاريخي بثلاثية نظيفة غيرها حافظوا عشباكهم دائما حتى لمواجهوا بلجيكا في المركز الثالث والرابع صحقوها بثلاثية نظيفة هذه قصة صورة رونالدينيو وماردونيو والقبلة الشهيرة على يد رونالدينيو اللي دائما تكرر في مواقف أخرى هذا الرقاء العاطفي بيلة 2 التقدير الرهيب من ماردونيو السحر لرونالدينيو العظيم ولما نتكلم عن هذا التقدير من ساحر لساحر مثله علينا نعرف شو كان ماردونيو شايف ان رونالدينيو بيقدر يعمل وكثير غيره ما يقدروا يعملوها